موسيقى كل التحايا لكم أصدقاء الشروق في كل مكان وهذا اليوم المميز والحديث عن هذه الحلقة الخاصة من صباح الشروق التي نحاول أن نلوينها بألوان مختلفة في هذا الصباح في حديث عن التربية الوطنية وحديث عن المبدعين والمفكرين والمثقفين ودورهم في الحركة الوطنية واستقلال السودان ومحاولة لربط مختلف الأحداث التي تهم الاستقلال والتي تحيط بهذه الذكرى في إسقاط على واقعنا المعيش ونحاول أن ننقل نبض الحاضر في زوايا مختلفة وكعادة الصباح دائما نفتح أبواب الصباح على مساحات سودانية مختلفة ونحتفي بالإنسان والأرض وهذه زاوية صباحية ونافذة صباحية على الصباب البحري مع كل قطرة ما ينتدب الحياة فالنيل الدافق يجري ومعه تتسارع الخطى على شاطئه بحثا عن موطي قدم كيف لا؟ الشعر هو الفنانون ما أكاد يترك مفردة أو مساحة تسعى ربما لآخرين فالصغار اعتادوا مع كل عصر يوم جديد مبهورون بسحر النيل لكن سحر الكاميرا سرك أنظارهم من نيل كل ياتيه لمبتغاه فهنا الصيد حرفة الرئيسة ولمن لا يملك قاربا فتلك طريقة حكى لنا القوم والنعنان حكذا جيئة وذهابة وله مع النيل حديث يحكمه المزعج وجدت ميزان فكري جبنا مستمخ لشراب خالف حكري من حور الجنان من حور الجنان سوا يحير فكري بشرف فيها لاروبع وقايا البكري الياغوت مدقك والوقايا ظريفة والقلايا في الضاء في الصناعة رهيفة من نخال امرخام من نخال امرخام جابوها لك اللي فجري بك تلب في سياسة ماهو تليفة الذي نحكيه في العاصمة السودانية الخرطوم فللنيل سحره لخاذ وينما كان وجمال هذه المنطقة لا يتوقف عندها كثير فمشاغل الحياة في العاصمة تصرفهم في وقت يتزود بعضهم من جمالها لحظة عبورهم الجسر بين بحر وامدرمان في منطقة الصبابي بمساحاتها الزراعية الشاسعات الواسعة تكسوها الخضرة فالمكان يعج بالحركة والنشاط فالصبابي الحي العريق من احياء الخرطوم بحري اشتهر سكانها بالزراعة منذ زمن بعيد امتداد هذه المنطقة الزراعية على الضفة الشرقية لنهر النيل تجد فيها انواع مختلفة من المحاصيل الزراعية خاصة الخضروات التي تبدو اسواق العاصمة المثلثة في امس الحاجة لها هذه الحاجة جعلت منها منطقة جاذبة لمن ورث الزراعة ابا عن جد فمحمد التوم خبر هذه الارض يعمل دون كلل وحتى الملل فالمذياء اولى به واخرون استهوتهم الحرفة فما عادت مهن اخرى تشغل بالهم حينا بعد اليوم هذه المساحة قد اخضرت فيما اخرى تنتظر السقاية فالسقاية من ماكينات تقادمت عليها السنوات ولا تزال تعمل كما لو كانت صنعت بالامس هذه الماكينات ليست وحدها فالتقليدية حاضرة هنا فالمحراث لا يزال حارثا للارض وهو مصنوع من الحديد والاخشاب وتصمد امامه الابقار لساعات طويلة برفقتها محمد الحساني الحسان في مختبل العمر لكن سوالنا عن بدايته جعله يجول بخاطره بعيدا عنه وربما ذكرياته الخاصة كان تقوى في هذه اللحظة النيل يخلو من الرواد ويعم الهدو المكان وتكاد لا تسمع صوتا حتى من طلاط من مواجني لنفسه فلحظة المغيب قد حانت محمد التوم وغيره من المزارعين والزائرين قد بدأوا مغادرة الارض ملوحين بالودع حتى صباح يوم جديد